يا رب اتخذت عزيز على البي يا رب انا ملحدوش انا ملحدوش كان بيلعب شهود العيان بيكتشفوا مفادئة خطيرة جدا في وفاة ضادة اسماعيل الميسي ان خبر وفاته عمل ضجة كبيرة جدا واحزن كل اسرة اسماعيل الميسي وجميع مواقع ومنصات وشبكات التواصل الاجتماعي واحتلم ضادة اسماعيل الميسي كل محركات البحث منذ خبر وفاته ورغم مرور ايام على وفاة ضادة اسماعيل الميسي الا ولسه وحتى الان بيتم تداول صور وفيديوهات ضادة اسماعيل الميسي وبعد الفنانين من وسط الفن وعلى رأسهم الفنانة في فعاد طبعا بعد خبر انتشار ضادة اسماعيل الميسي بدأت الناس تشكل ما بين صحة الخبر او من عدد ولكن من بعد ما نع المطرب الشعب طرق الشيخ وحمه بيه كمطرب المعرجانات كتب وقتها ونع اسماعيل الميسي والتويتة كانت بتقول اه وجعت قلب يا رضا الله يرحمه وبعد كده انتشار خبر وفاة رضا اسماعيل الليسي كان نار في الهاشيم على كل مواقع التواصل الاجتماعي وتم تأكيد وصحة خبر الوفاة ولكن الرواية المعروفة لوفاة رضا اسماعيل الليسي والشهير بدادة على التيك توب ان التفل وقع من الدول العاشر بعد ما اختل توازنه وهو بيتمرجح وقع ساعته على الوحدة الخارجية للتكييف ومن شدة استضامه بالتكييف توفى في الحال وبدأت الكصة دي تتداول على كل مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي واما احد الصحفيين سأل المطرب الشعب اسماعيل الليسي بسبب وفاة ابنه قال له اللي هو توفى بسبب الحسد وحتى الميكوب ارتست شايماء سعيد والد الدادة ما سألوها قالت نفس الكلام واخفوا وقتها سر وفاة ابنهم دادة اسماعيل الليسي الطفل رحمة الله علي كان بيعاني من بعض مشاكل صحية وتحديدا فارط الحرص وكانت بتسبب له بعض المشاكل ومؤخرا كان بيعاني من كهرباء المخر وفضل يتعالج من مشكلة الكهرباء حتى تم شفاءه واللي اكد الكلام دوت والدته الميكوب ارتست شايماء سعيد وطبعا وفاته احزانت الجميع لان كل الاطفال اهلية كانت بتعدها علشان تروح المدرسة تاني يوم ولكن دادة رأى عند ملك الملوك وطبعا ما يعزمش علي خاله ولكن فجئنا برواية جديدة وراء سر وفاة دادة اسماعيل الليسي واللي كشف حقيقة وفاة دادة ابن اسماعيل الليسي هم بعض الاهالي والجراني بين بابا مسكة رأس جدته اللي اكدوا ان الولد حاول الخروب من باب الشقة لانه الباب كان مقفول وما كانش حد كبير من افراد اسرته معانه وطبعا وقتها كان عايز ينزل الشارع فحط رجله على صور بلاكونته ورجله الثاني على صور بلاكونة الجار وطبعا جسمه تقيل فاختل توازنه فوقع وسقط على الوحدة الخارجية للتكيل وللأسف توفى في الحال وبعد ما جران سمعوا صوت عالي جدا ارتطم بالارض نزلوا يجروا زي المجانين ووجدوا الطفل رضا اسماعيل الليسي نايم على الارض وبيجي دم من كل حد فاتصلوا بعربية الاسعاف وجد في الحاله ولكن قبل ما رضا يحطوه في العربية علشان ينقلوه بسرعة للمستشعى والحقوق كان للأسف فارق الحياة وهي دي الكسة الحقيقية لوفاة دادة اسماعيل الليسي اسماعيل الليسي نشر صورة لابنه على حسابه الرسمي والشخصي فيسبوك وودع نجله وقال ابني وابن عمري في زمة الله وبعدها اعلن نجم المهرجانات حمو بيكا وفاة دادة اسماعيل الليسي وقال البقاء لله وطرق الشيخ وبعض الفنانين من كل الواسط الفن وطبعا دادة كان بيتمتع بخف الدم على منصة تيك توك وكل منصات التواصل الاجتماعي ولكن ربنا سبحانه وتعالى خد امانته وما يعزمش على الخلق ربنا يرحم ضوضة اسماعيل الليسي وصبر والده ووالدته